موسيقى بصال خير مشاهدين الكرام برحب بحضراتكم لقاء جديد في من القاهرة أهلا وسهلا كالعادة استعراض مجموعة من الأخبار المتعلقة بالشأن العام بعدها الحورات بداية الأخبار أكد اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي الأهمية التي توليها الدولة تجاه تعزيز علاقات التعاون مع منظمة اليونسكو جاء ذلك خلال استقبال سيادته اليوم السيدة مدير عام منظمة اليونسكو وخلال اجتماع آخر مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء وجه سيادته بالاستمرار في جهود تحقيق توطين الصراعة وكذلك توفير المناخ الدعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة نتابع استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة أدريي أزولي مدير عام منظمة اليونسكو بحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأسهر والدكتور إيناس عبد الديم وزيرة الثقافة صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بزيارة مدير عام اليونسكو إلى مصر وذلك في إطار حضورها احتفالية موكب المميوات الملكية مشيدا سيادته بالدعم المستمر الذي تقدمه منظمة اليونسكو دوليا وإقلاميا لقطاعات التعليم والثقافة والعلوم فضلا عن جهودها في تعزيز وحماية الآثار والتراث في مصر وحول العالم كما أكد السيد الرئيس الأهمية التي توليها الدولة تجاه تعزيز علاقات التعاون مع منظمة اليونسكو امتدادا للشراكة الممتدة بين الجانبين لعقود وللتعرف على الجهود المصرية الواسعة التي بذلت على مدار السنوات الماضية لإحداث نقلة نوعية كبيرة في إبرازه والحفاظ على التراث والحضارة المصرية الغنية وذلك من خلال عدة محاور شملت تطوير المتاحف وإنشاء سلسلة جديدة منها في أنحاء الجمهورية لعرض أكبر قدر ممكن من الآثار المصرية وكذلك استعادت كفاءة المقاصد والمواقع الأسرية بالإضافة إلى تطوير الشق التشرعي الحاكمي والمنظم لقطاع الآثار في مصر وذلك من أجل حماية الآثار المصرية وتقديمها للمصريين وشعوب العالم والإنسانية بأكملها في أبهى صورة طليق بعظمة الحضارة المصرية كما أكد سيد الرئيس أن خطوات الدولة التنفيذية في هذا السياق انتهجت مسارا متزنا ما بين جهود التنمية والتطوير والحفاظ على قيمة وسلامة المواقع الأثرية الفريدة بما فيها تطوير كافة المناطق التاريخية في القاهرة لتصبح عاصمة مصر بمثابة متحف مفتوح يعكس عراقة الحضارات المصرية القديمة والمعاصرة من جانبها عربت السيدة أوزولاي عن تشرفها بلقاء السيد الرئيس مؤكدة تقديرها للعرض العالمي لموكب المميوات الملكية والذي مسل رسالة للعالم أجمع قدمت التراث الأسرية المصرية على مدار العصور المختلفة كما جسد الحدث الجهد والدعم الكبير الذي تقدم الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس للحفاظ على تراث مصر الثقافي والأسرية وتقديمه للبشرية باعتباره جزءا أصيلا من التراث العالمي ومنارة حضرية للعالم أجمع كما أربت مدير عام اليونسكو عن تطلع المنظمة لاستمرار وتطوير تعاونها مع مصر امتدادا لتاريخ تعاون الوثيق بين الجانبين خاصة في مجال إنقاذ الأثار المصرية بمنطقة النوبة منتصف القرن الماضي والذي مسل نموذجا للتعاون يعتز به اليونسكو كتجربة فريدة في تاريخ عمل ونشاط المنظمة أضف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض أفاق التعاون الحالية والمستقبلية بين الجانبين خاصة في مجالي التعليم والعلوم إلى جانب سبل تعزيز دور مكتب اليونسكو في القاهرة فضلا عن دعم الجهود المصرية الحالية لتحقيق الاستغلال الأمثل لتراسيها الثقافي والتاريخي خاصة من خلال المشروعات العملاقة التي تتم وفق أرقى المعايير الإنشائية والهندسية لسيما تطوير القاهرة التاريخية وكذا إنشاء المتحف المختلفة على رأسها المتحف المصري الكبير كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس طارق الملة وزير البترول وسروة المعدنية والدكتور محمد معيت وزير المالية وسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وذلك بحضور اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية الاكتماع تناول متابعة الخطوات التنفيذية المتخذة من قبل الحكومة لتطوير قطعي صناعة الأسمنت والحديد والصلب وقد وجه السيد الرئيس بالاستمرار في جهود تحقيق توطين الصناعة وكذلك توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية السقيلة وفي مقدمتها صناعة الأسمنت والحديد والصلب وذلك لدورهم الهم في النهوض بالاقتصاد القومي باعتبارهما من المكونات الأساسية التي تدخل في عملية التنمية غير المسبوقة التي تتم في جامع القطاعات وعلى كامل رقعة الجمهورية خاصة ما يتعلق بالمجتمعات العمرانية والسكانية والمدن الجديدة وما يتصل بها من بنية الأساسية وطرق ومحاور أوضح المتحدث الرسمي أنه تم عرض أبرز التحديات التي تواجه قطع الأسمنت والحديد والصلب في مصر لا سيما ما يتعلق بالطاقة الإنتاجية وهيكل تكاليف الإنتاج والتصويق فضلا عن عدد من المحاور التنفيذية وأليات التحرك المطروحة للتغلب على تلك التحديات وذلك من خلال اعتماد سياسة صناعية متكاملة الأبعاد تضمن تعميق التصنيع المحلي وتعزيز القدرة التنفسية والتغلب على المعوقات اللوجستية ذات الصلة وتوفير البنية الأساسية اللازمة أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على إنجاح مفاوضات صد النهضة التي يرعاها رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية ورئيس الاتحاد الإفريقي الحالي فالكس شيزكيدي وذكر بيان لوزارة الخارجية أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس الكونغولية اليوم لكل من سمح شكري وزير الخارجية الذي سلمه رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرية وذلك بعد افتتاح الاجتماعات الجارية في كنشاسة حول مصار مفاوضات صد النهضة الإثيوبية وشددت رسالة الرئيس السيسي على أن مصر لديها نية سياسية صادقة للتوصل للاتفاق المنشود في أقرب فرصة ممكنة قبل موسم الفيضان القادم بما يمكن الدول الثلاثة من إيجاد حلول القضايا الفنية والقانونية الكلافية بهدف بلورة اتفاق شامل لملء وتشغيل سد النهضة أشهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بعلاقات الإخاء والتعاون التي تربط بين مصر وسلطنة عمان والدور الكبير الذي بذله المغفور له السلطان قابوس بن سعيد في تعزيز العلاقات مع مصر وموافقة وما وقفه المشرفة المساندة لمصر طوال فترة حكمه جاء ذلك خلال لقائه سفير سلطنة عمان الجديد دادها مصر عبدالله بن ناصر الرحبي من جنيبي أعرب سفير عمان عن فقري وسعادتي بالحديث المبهر الذي نظمته مصر أمس لنقل المميوات الملكية وعبر عن تقديري وإعجابي بالنجاحات الاقتصادية التي حققتها مصر على مدار الفترة الماضية لا سيما في ظل هذه الظروف الصعبة المتعلقة بجاء أحد كورونا أشهد اجتماع ضم السواد الأعظم من رؤساء تحرير ومجالس درات صحف مصر القومية والخاصة ولفيف من مقدمي البرامج والكتاب بنجاح الحدث التاريخي المتمثل في موكب نقل المميوات الملكية الذي أبهر العالم وخلال الاجتماع الذي استضفته مجلة روزيليوسف تم بحث المحاولات المتكررة من قبل وزير الدولة للإعلام حسب البيان لإشعال الفتنة الإعلامية وضرب مصداقية الإعلام المصري وجر الاشتباكات جانبية تضر بالصالح العام ونشد المشاركون في الاجتماع سلطات الدولة المختصة بإقالة الوزير وإيقاف هذا المصار غير المعهود بين أعطاء الحكومة المصرية وإعلام الدولة المصرية فتح المتحف القومية للحضارة بالفستاطة أبوابه للجمهور بعد أن افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي لكن المتحف حدد الثامن عشر من إبريل موعداً لافتتاح قاعة الموميوات الملكية وقدم المتحف تخفيضات على جميع التذاكر للزائرين المصريين والأجانب بنسبة 50% وذلك التشجيع للجمهور على زيارة المتحف وتعرف على حضارة مصر العريقة 1600 قطعة أثرية يتم معرضها بالقاعة المركزية بمتحف الحضارة يستطيع الزائر من خلالهم تكون صورة متكاملة عن الحياة اليومية للحضارة المصرية بداية من عصور ما قبل التاريخ وحتى وقتنا الحاضر الفكرة عندنا كل فترينا وكل قطعة قد يكون وراءها قصة يعني عندنا أقدم طرف صناعي في التاريخ عندنا أقدم آلة موسيقية في التاريخ عندنا هيكل عظمي من 35 ألف سنة عندنا فيما يتعلق بالجزء القبطي وجزء الإسلامي قطع متفردة جداً فكل قطعة لها قصة وراءه وده الجديد في الموضوع أما فيما يخص المميوات الملكية فتجرى حالياً أعمال فض الكابسولات الناتروجينية التي تم وضع المميوات بداخلها تمهيداً لعرضها في القاعة المقصصة لهذا الغرض في الثامن عشر من إبريل القادم هي الآن في غرفة الطوارئ غرفة الطوارئ دي كده كده بتتفضى من الكابسولة اللي هي فيها ثم تدخل عملية التعقيم والتأكد من سلامتها ثم يتم نقلها لقاعة المميوات الملكية المتحف الذي يقع لمساحة ثلاثة وثلاثين فداناً يضم عدداً من القاعة أهمها قاعة المميوات وقاعة العرض المركزية وقاعة العرض المؤقت وقاعة العاصمة وقاعة فجر الحضارة عندنا أدوات الزراعة من أكثر من خمس تلاف سنة عندنا الفأس والمنجل عندنا أقدم صنف الأنواع القمح عندنا أقدم ساعة في التاريخ للملكة منحوته بالتالت عندنا أقدم طرف صناعي في العالم من تلاف سنة لأميرة اسمها باكت النوت من الأسرة 21 عندنا الأدوات الجراحة عندنا أدوات القياس وأدوات العمارة كما تم منحو تخفيض بنسبة 50% على كافة التذاكر للمصريين والأجانب بدءاً من الرابع من إبريل وحتى السابع عشر من نفس الشهر حضارته سبعة آلاف عام تتجسد هنا داخل المتحف القومي للحضارة بالفستات فمظاهر التنوع والثراء يعكس هذا المتحف بداية من عصر الدولة القديمة ثم العصر اليوناني الروماني ومروراً بالدولة الإسلامية وانتهاءاً بالعصر الحديث من المتحف القومي للحضارة بالفستات أشرف مبارك اشتركوا في القناة